بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والثاني لشرح الموشن ستادي محاكاة الحركة والمخصص لتصميم القطعة الثانية للميكانيزم اللي راح نسوي عليه محاكاة الحركة وهو المتكون من قطعتين كالعادة الخطوات التي تعرفونها كلكم نفتح ملف Part نحفظ الملف بعنوان Part 2 نحدد المسطح اللي راح نعمل عليه السكتش نرسم Rectangle ثم نبدأ في تحديد المقاسات 60 الطول 10 الارتفاع 10 ثم بعد ذلك نرسم خط من هنا مقاس ارتفاع 30 والمسافة من اليسار 10 خط ثاني ارتفاع 30 والمسافة أيضا من اليمين 10 ثم نرسم خط من اليسار بمسافة أو بطول 20 ملي متر خط من اليمين أيضا طوله 20 ملي متر نرسم خط في الوسط هنا نرسم خط أفقي طوله 20 ملي متر المسافة من هنا إلى هنا 25 ملي متر والمسافة من هذه النقطة إلى هنا تكون نصف الستين ثلاثين ثلاثين نأخذ منها عشر عشرين أوكي لا بد يطلع من هنا عشرين أوكي ممتاز ثم نربط من هنا إلى هذه النقطة خط ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة خط أوكي نحفظ الملف ثم نمر إلى features نعمل trim لازم نقطع هذا الخط أوكي حفظ features extruded bus نعطيها 30 ملي متر أوكي هذه القطعة الثانية خلينا نعمل fillet هنا ثلاثة ملي متر أوكي ونعمل fillet هنا وهنا أيضا 13 ملي متر ممتاز هذه القطعة الثانية نحفظ الملف طيب خلي نضيف عليها بعض الثقوب ما في مشكلة edit sketch أوكي 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 خلي نرسم دائرتين دائرتين قطر 7 ملي متر أو 8 ملي متر طيب هنا قطر 8 ملي متر أيضا من هنا إلى هنا المسافة 13 من هنا إلى هنا المسافة 10 أيضا من هنا إلى هنا 10 والمسافة smart dimension مسافة من هنا إلى هنا خلي 13 أيضا ونضيف فتحة هنا مقاسات أوكي 20 هنا 9 ملي متر أو 8 ملي متر أوكي والالتفاع من هنا إلى هنا 5 ملي متر أوكي حفظ وهنا نكون نصممنا القطعة الثانية ترجمة نانسي قنقر